موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن الأدلة التي سبق وأن تحدث عنها القيد صالح وقال بأنها أدلة قطعية تثبت طورة توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق وحنون في المؤامرة وأمر آخر سنتحدث أيضا عن اجتماع مجلس الوزراء وتصريحات وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بن حمر بلا أدنى الشك أن محاكمة توفيق وطرطاق وحنون والسعيد ما زالت تثير الجدل وستبقى تثير الجدل آخر التطورات قد تم تحويل السعيد بوتفليقة إلى سجن الحراش طرطاق لا يزال في السجن العسكري بالبليدة عنده قضية أخرى وأنا دائما أؤكد على أنه سيخرج أيضا وسيغادر السجن لأن الملف حقيقة لما طلعت على بعض حيثياتي ملف فارغ أيضا سيعود إلى بيتي باقي السعيد بوتفليقة سيواجه مصيره مع جماعة مع لوح وحداد وغيره وهذا لا يعني شيئا بالنسبة إلى الحكام الحاليين في الجزائر المهم استرجعوا توفيق وسيسترجعون طرطاق كما أيضا استرجعوا خالد نزار وسيسترجعون أيضا بعض الضباط والجنرالات الموجودين في الخارج وأيضا كما أيضا استرجعوا الكثير ممن كانوا يقضعون في السجون بتهم الفساد وبأشياء أخرى الآن كما قلت في المداخلة السابقة بأن محتوى المحاكمة يدل على أن الملف فارغ هل أفرغ من محتوى أم لا هذا يبقى السؤال مطروح لا يعقل أن الملف الذي تحدثت عنه الصحافة ونشرته جريدة الوطن وجريدة الخبر التي سمحوا لهم بحضور مجريات المحاكمة أن هذا المحتوى يدل على أنها هناك أصلا جناية أو أن يستحق هؤلاء الحكم بـ 15 سنة سجن إذن إذا كان المحكمة العسكرية وأجدد الكلام إذا المحكمة العسكرية حكمت لهم بناء على هذا الملف في سبتمبر وفي فيذري 2020 و15 سنة فهو ظل وإذا كان هناك ملف آخر فأين إذن الملف إذن في الحالتين المحكمة العسكرية هي التي في قفص الاتهام وستظل كذلك لأن هذه القضية ترتبت عليها أمور كثيرة في مرحلة سابقة وترتبت بمسار نراه يجري الإنقلاب عليه والردة تنخر أو صالح نستمع في هذا الإطار إلى ما قاله الفريق الراحل أحمد جيد صالح على هذه القضية بالضبط لقد تترقت في مداخلة يوم 30 مارس لاجتماعات مشبوهة التي تعقد في الخفاة من أجل تآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة بساعي الجيش الوطني الشعبي ومقصرحته لحل الأزمة إلا أن بعض الأطراب وفي مقدماتها ريش الدائرة الاستعلام الأمن السابق خرجت تحاول عبثا نفي توجدها في هذه الاجتماعات ومغارضة الطراء العام رغم وجود أدين الأغطائية تثبت هذه الوقاية المغرضة وقد أكدنا يومها سنكشف الحقيقة وهاهم لا يزلون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة المساعي الخروج من الأزمة وعليه وجه لهذا الشخص أخر إنذال وفي حال استمراره في هذه التصرفات ستتأخذ ضده إجراءات قانونية صالبة كما رحظتم مستمعتم إخواني الكرام أن الفريق الراحل أحمد قايد صالح رحمة الله عليه تحدث عن اجتماعات مشبوهة وليس اجتماع واحد المحاكمة تتحدث عن اجتماع واحد ولم يتم ذكر اجتماعات أخرى المحاكمة التي جرت ونال بها هؤلاء البراءة ولكن الفريق أحمد قايد صالح تحدث عن اجتماعات أمر آخر أن الفريق أحمد قايد صالح تحدث عن الأدلة القطعية والأدلة القطعية حسب مع ملوماتنا كانت تسجيلات تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات قدمت إلى أثناء التحقيق إلى المحكمة العسكرية وهذه التسجيلات فيها ما يثبت وجود مؤامرة وتآمر لعزل القايد صالح والاستحواذ على المؤسسة العسكرية لنسلم جدلا أن هذه المعلومة التي أتينا بها قد تكون صحيح قد تكون خاطئة بل أن نعتبرها مجرد معلومة معلومة تخضع إلى كل الاحتمالات نأخذ ما ورد على لسان أحمد قايد صالح قال أدلة قطعية مش معنى ها أدلة قطعية في الفقه القانوني أدلة قطعية الأدلة هذه التي تحدث عليها القايد صالح رأي تكون تسجيلات تكون صورة تكون أشياء كثيرة تثبت التهم التي وجهت إليهم من خلال المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري جود أدلة تثبت أين ذهبت هذه الأدلة لو لو تابعنا الإعلام ما كتب أنا ذاك التلفزيون وتقرير كلها تثبت على أن القضية تتعلق بمؤامرة بمؤامرة إذن لا يمكن أبدا أن يكون القايد صالح أطلق هذا الكلام على عواهنه بل أنهم في فيفري بعد رحيل القايد صالح حاكموا عليهم 15 سنة معناها أن القضية لا تتعلق بالقايد صالح تتعلق بملف ساخن لما حدث الاتفاق صفقة حدثت صفقة بين توفيق وشنجريح وكذا وكذا إذن تم إخفاء هذه المواد هذا هو الاحتمال أو أنها اعتبرت أنها تسجيلات غير قانونية ولكن لم يجري الحديث عنها لأن التسجيلات عندما لا تتسجل بإعاز من طرف وبأمر قضائي لا يعتد بها وإن تأخذ في بعض الأحيان على تسجيل الاستدلال ترى هل هذه الأمور جرت بهذه الطريقة إذا كانت غير قانونية فلماذا كانت قانونية في فيفري 2020 وفي سبتمبر 2019 وإذا كانت قانونية بالفعل لماذا لم تأخذ بها في الآن في جنف 2021 إذن القضية عليها علامات استفاد القضية جاءت بناء على صفقة وواضحة السفقة يرجع خالد نزار تبرمج القضية بتلك الطريقة يتم إخبار المحامين يوم الخميس والمحاكمة يوم السبت يوم السبت عطلة أسبوعية هي المحكمة راهي فتحت لهم كل الحيثية تتحدث عن البراءة مجريات المحاكمة واضحة جدا أن هناك أوامر بتبرئة ساحتهم النيابة لم ترافع ضدهم وهي التي من المفروض تمثل الدعاء العام وتدافع عن اتهام وتدافع عن المواد التي تم الاحتكام عليها ومن خلالها تم توجيه التهم إلى هؤلاء لا شيء بل أن النيابة طالبت تطبيق القانون والمتعارف عليه عندما النيابة تقول نطالب بتطبيق القانون ففي هذه الحالة فهي فهي معناها البراء هذا من جهة من جهة أخرى الآن كير يسأل ما هي الصفقة ما هي الصفقة التي جرت الصفقة التي جرت هي أن العصابة عادت 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 بقوة الجيش محتاج الشنقريحة محتاج إلى توفيق محتاج إلى رجال العصابة القديمة محتاج الخالد النزار محتاج في هذه المرحلة لترطيب البيت الداخني وفق رؤية جديدة في ظل المسار الامقلابي على مسار القيد صالح لاحظوا نزار يكره القيد صالح وكان معادي القيد صالح عاد القيد صالح توفيق عاد القيد صالح آله كلهم اللوبيهات التي تعادي القيد صالح رجعوا إلى مناصبهم وفرج عنهم بل أكثر من ذلك ما حدث داخل المؤسسة العسكرية ما قام بيش انقريحة فك كل الشخصيات اللي كان معينها والمسؤولين اللي كان معينها من قيد صالح من لم يذهب إلى السجن ذهب إلى التقاعد وهناك من تعرضوا إلى ما يشبه الإهانة جنرال عاطين له حتى مكتب في وزارة الدفاع ما كانش يروح يدور 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 ويروح يروح لدار حيان يقعد في الباركينج بسيارته ما عنده حتى ينتظر في يعطوه وقت رح يروح الدار واللي روح واللي دازجوا بهم في السجن واللي ما رهم يخضعوا إلى التحقيقات القضائية والقضية ليست هكذا فقط المعروف في المؤسسة العسكرية أن المسؤول جديد لما يجي ينحي يجيب رجاله ولكن أنه يلجأ إلى فتح تحقيقات والزج بالسجون لمن سبقه فالقضية لا تتعلق بمسؤول جديد يضع الرجال اللي يثق فيهم بل القضية تتعلق بتفكيك مشروع كان قائم وهذا المشروع اللي كان قائم ليس في جانبه العسكري فقط بل أيضا في جانبه السياسي فالقيد صالح عنده بصمات في المؤسسة العسكرية كمسؤول العسكري وأيضا عنده بصمات قوية في المشهد السياسي وخاصة في مرحلة ما بعد الحركة شعبه ما بعد 22 فبري 2019 إذن إخواني الكرام أن القضية ليست على ما يرام ليست تبرئ وفقا لملف فارغ كما يقول لا لا أبدا ولا هي تهمة مفبركة كما قال ترتاق من طرف شخص واحد يقصد القيد صالح ولا أصلا حتى الاتهامات وجهت إلى خطاب القيد صالح خطاب القيد صالح الذي قرر فيه تطبيق المادة 102 واعتبرها ترتاق من هناك بدأت المؤامرة إذن على القضية راهي صراع ما بين مشروعين مشروع كان يمثل قيد صالح راح وضعف وتهالك ومشروع جديد يمثل شنغريحة واللي معاه هذا المشروع الجديد يتماهى مع الدولة العميقة التي كانت قائمة في عهد بوتفليقة والتي صارت قائمة الآن في عهد تبون الذي لم يعد له أي سلط وأي قرار مجرد واجهة مدنية رئاسية يتحرك وفق ما يراد له في المؤسسة العسكرية هذا هو الظاهر خليه يثبت العكس خليه يتخذ قرارات تجاه بعض المسؤولين العسكريين لغيرهم بل أنه كل القرارات التي اتخذت سابقا هي قرارة شنغريحة ويوافق عليها رئيس الجمهورية ولا يستطيع أبدا أن يغير هذا أو ذلك حقيقة أن تغيير رئيس المسؤولين في المؤسسة العسكرية يأتي من مبادرة من الرئيس ولكن بعد مشاورة المسؤولين وهم الذين يعرفون بعضهم بعضهم الذين يعرفون مؤسسة العسكرية في الداخل ولكن الذي حدث في الأول كنا نظن الأمر كذلك ولكن بعدما تم استهداف محيط القايتسار فالقضية لم تكن تتعلق بتغييرات عادية إيا كل مسؤولين ديها بل أن القضية تتعلق بتصفية حسابات مع مشروع كان قائد أمر آخر أن التبون لما رجع إلى الجزائر ظهر ثلاث مرات وظهر المرة الرابعة ظهر المرة الأولى عند عودته ظهر المرة الثانية في صورته من لما اجتمع مع شنغريحة ظهر المرة الثالثة في توقيعه إلى قانون المالية هي 2021 والمرة الرابعة في اجتماع مجلس الوزراء أيضا في هذا الاجتماع لم يقف الرئيس ظهر جالسا مباشرة وكان المعتاد من قبل أن الرئيس يأتي ومعه الوزير الأول يدخل إلى قاعة الاجتماع ليعقد فيه مجلس الوزراء هكذا كان متعارف عليه ما فيش قانون يفرض هذا ولكن كنوع من العادة المتعارف عليها الرئيس ظهر مباشرة جالس مما يوحي على أن الرئيس مقعد مقعد على كرسي متحرك وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل أن الرئيس عاد على كرسي متحرك الإشكالية هنا أنه لا توجد شفافيا الآن كل الجزائريين مقتنعون بأن الرئيس مقعد وعلى كرسي متحرك لم يظهر على كرسي متحرك ولكن لم يظهر واقف ولم تظهر بيانات توضح هذه الوضعية الوزير الإعلام والناتق الرسمي باسم الحكومة عمار عمار بن حيمر تحدث هذه المرة على بعض الأمو في حوار مع الشرق الأوسط قال بن حيمر أنه تم التعامل بمنتهى الشفافية فيما يخص مرض رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون وأضاف الرئيس تبون من بين تعهداته في حملته الانتخابية في حملته الانتخابية هو التعامل بشفافية ووضوح وهو ما تم بالفعل مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا ثم تم إخبار الرأي العام بكل ما يخص وضع الرئيس ومتابعته العلاج وحتى بعد نقله إلى ألمانيا وأنتم تعرفون أن الشعب الجزائر أذكى من أن يصدق الشائعات التي نعرف مصدرها ومن يقف وراءها وهدفه دائما هو ضرب استقرار البلد وأكد أن وجود قانون خاص المهم هذا كلام واضح فيه الكذب ولغة خشب يا وزير الإعلام حقيقة قلت بأن الرئيس دخل في حجر صحي طوعا ولم يكون كذلك كان ذلك يوم 24 أكتوبر والرئيس لم يظهر منذ 15 أكتوبر لما استقبل وزير الخارجي الفرنسي والمعلومات التي قدمناها عن إصابته بكورونا سبقت ذلك وهو الذي أكدها الرئيس بنفسه في أول ظهور لي في 13 ديسمبر 2020 لما قال بأنه أصيب بكورونا منذ شهرين منذ ما يقارب شهرين وأيضا قال أنه تم أخذه على جناح السرعة إلى ألمانيا كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخذتوا إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا وكل ذلك يثبت أنه ما أعطيته رئاسة الجمهورية وما نشره الإعلام الرسمي كله كذب في كذب حقيقة قلت أن الرئيس تخلي في عزلة أو في حجر صحي طوعي بسبب إصابات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولكن الرئيس في ذلك الوقت لم يكن حجر صحي طوعي كان راقد في الفراش وما قلتوش بأنه مريض بكورونا إلا بعد فطرة إلا بعدما جات برسلات ومن بينها رئيس برقيا من الملك السعودي قال فيه يتمنلوا الشفاء بعد إصابته بكورونا حتى لما نقلته إلى عين النعجة قلتم بأنه تم نقل النعجة بناء على توصيات من الأطباء وره يتابع في مهامه كذا وكذا وهذا كذب نقلته وهو نائم وراقد وفي غيبوبة وبعدها في غيبوبة العين النعجة ومن ثم مباشرة نقلته إلى ألمانيا لم تخبر الجزائريين أنه في غيبوبة قلتم بأنه من أجل إجراء فحوصات معمقة وبعد ذلك تختفوا تعطوا معلومات بأنه يتمثل الشفاء والبروتوكول وكذا 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 هو الآن أنت تتحدث يا وزير الإعلام عن الشفافية الآن الرئيس مقعد هيا أشرح للجزائريين الحقيقة قولوا للجزائريين بأنها الرئيس عاد على كرسي متحرك وهذا واش صراله في رجله لم تخبروا الجزائريين أتحداك أن تظهر لي بيان واحد ظهر بهذا الخصوص وكل الجزائريين يتساءلون على رئيسهم اللي مقعد ولم تظهروا كيفاش نزل من الطائرة ظهرته جالس في مطار بوفريك العسكري بعد ظهرته جالس مع شنغريحة وبعد ظهرته جالس يوقع في قانون المالية مع عدد محدود وفي مكان ما وبعد ذلك ظهرته جالس في مجلس الوزراء أي ظهره وقف أو قولوا ما هو سبب عدم وقف إذا قلتوا هركم شفافية عملتم بشفافية الغريب في الأمر أن الوزير بالحمر تحدث أيضا في حواره هذا بأن الجزائر تساند الشعوب التواقة للحرية صح كانت الجزائر لكن الجزائر الحالية هل ساندت الشعب السوري الذي تعرض إلى حرب إبادة وتدخل خارجي بل ساندت بشار الأسد ووزير الخارجية لما مات وليد المعلم وزير خارجية بشار الأسد راح عزاه مؤكد بأن الجزائر تقف مع سوريا يعني تقف مع النظام نام الأسد وتباهى بذلك والتقارير الاستخباراتية التي كشفت تتحدث عن ضباط جزائريين زاروا سوريا من جماعة الدياراس وما اش نعارف وضباط مخابرات سوريين أيضا زاروا الجزائر وهناك وتلقوا دورات فيما يخص تحويل الثورات إلى إرهاب وكثير من الأمور وعندي تقارير الاستخبارات سأنشره سأنشره في أحد المسؤولين الآن راه تولى مسؤولية في أحد تبون المخابرات السورية دارت معه جلسة ودارت تقرير على وش قالهم وسأنشره في مدخلات لاحقة سأنشره وأذكره بالإسم وخليه هو يكذب أو ينفي أو يدير وش حد وينها أين هي تواقض لغة الخشب يا بالحيمر رو تجاوزها الزمن الجزائريين تقول عليهم أذكى نعم ذكاء الجزائريين خلاهم ما يصدقوش الإعلام الرسمي هذه رك صدقت فيها وأنت كذوب حقيقة صدقت فيها هذه أن الجزائريين لهم أذكياء ومن ذكاءهم دفعهم أنهم يجيبوا في أخبار الرئيس من شبكات التواصل الاجتماعي ومن جهات مختلفة ولم يصدقوا يوما بيانات رئاسة الجمهورية وعد أنت بنفسك أيها الوزير إلى تعليقات الجزائريين عن كل بيان تنشره صفحة رئاسة الجمهورية على على عفل فيسبوك شو تشوف أنهم ولا حد صدقوا باستثناءك لذباب الإلكتروني هذا شأن آخر إذن أين هي الشفافية وأين هو الوضوح وأين هو هذا الكلام إذن إخواني الكرام عام أن الجزائر تتعامل بمنطق بتفليق بحث منطق لم يتغير هو منطق التضليل منطق الكذب منطق إخفاء الحقيقة لما تأتي أخبار من طرف جهات معينة تكشف حقيقة ما يحدث أو مرض الرئيس يعتبرها مؤامر على استقرار البلد أنتم بمنطق التضليل والكلب والمعلومات الغير الصحيحة التي تنشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإعلام الرسمي هو أكبر مؤامر على استقرار البلد لما يخلي الشعب يبحث عن الحقيقة في جهات خارجية أما لو كنتم طعتوا الحقيقة وكانت فرصة مرض الرئيس فرصة ذهبية رغم أنه دا لكن فيه بعض المنافع أنكم لو خاطبتم الجزائريين بطريقة غير طريقة متفلق ولكن للأسف تعاملتم بطريقة غير شفافة وغير صحيحة بالمرة ولا داعي أن تلونها وتعطيلها أبعد أنها مؤامرة وأن الجزائر تتعرض بسبب مواقفها لدعم الشعوب والكلام الفارغ هذا الذي لا يؤتي أكله هذا كله فقط باش تبرروا مواقفكم من الصحراء الغربية هي فاقت ويربط دائما قضية متحدة الجزائر بمواقفها في فلسطين وكذا 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 هذا كلام فارغ هذا لم يعد يصدقه أحد يا بالحمن هذا كلام فارغ لم يعد محل تصديق من طرف أحد العالم مفتوح والعالم تحول إلى قرية صغيرة والمعلومة عابر الحدود والقلوب والجنوب والبيوت وتنتقل من مطبخ إلى مطبخ في ثواني أنت الآن جيت خاطب الجزائريين بعقلية الحزب الواحد وزمن إذاعة صوت العرب وما إلى ذلك نحن في زمن المعلومة العابرة للقرات والعابرة للحدود والعابرة لكل شيء يجب أن تكون هناك أسليم أخرى في التعامل مع الشأن العام أما إذا بقيتم على هذا وطرون ما أكذيبكم هي عبارة عن شفافية فأعتقد فأنتم تحفرون قبور للجزائر وليس للجزائريين فقط هذا ما أردت أن أقول إخواني الكرام في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ترجمة نانسي قنقر